أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يندموا على إنجابهم جزء الأول ومزعجه هنا واحد هذا الطفل مسكو أمو أبوه مشان يصوروه صورة للذكرى وفي لحظة تصوير غسلهم خلت ذكرى ذكرتين لا ألاحظوا أنه طلع بارع بالتصويب موهبة جابوا كله براسه اثنين أم تركت أطفالها بالمطبخ للحظات ولما رجعت لقيت البنت أميلي مدهن أخوها إيثن بالكامل بزبدة الفول السوداني هذا هو الفيديو الأصلي اللي حصده ملايين المشاهدات تخيلوا ثلاثة هذا الطفل اشتكل أمه على كلبه أنه شخبط عليه وعلى حاله على الحيط لا والولد صاريب كأنه ما له ذنب نصاب أسكر تمثيل كله من كلبه الكلب أربعة هالبنت كلما بيأخدوها أهلا لمكان بتتورط فيه نكبة لدرجة أنه دخلوها على الحمام وبعدها بدقائق شافوها هيك الغريب أنه كيف دخل نصف جسمه بالمرحاض غريب البنت وأخيراً أب أخذ ابنه للسوق وبعد شوي سمع صوته من الأعلى فنظر للأعلى وشاف هذا المنظر أقسم بالله الأطفال مجانين أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يندموا على إنجابهم جزء الثاني ومزعته هنا واحد طفلة خبيثة أمها رفضت تشتري لها لعبة فأخذت بطاقة البنك تبعيتها بدون ما تنتبه وطلبت ألعاب من أمازون ومو بس لعبة وبعد أيام الطلبيات وصلت وجلطت أمها بالمفاجأة شوفوا نشوة النصر والانتقام اللي على وجه البنت جنية ثنين أب رجع من شغله ليتفاجأ بأنه ابنه شايل كل أزرار لابتوبه دمر له لابتوب وعلى ذكر اللابتوب كمان أم لقيت بنته من لون لابتوب الأبيض بألوان قوس قزح عملته دفتر الأطفال شخصنوها مع اللابتوب بعد ثلاثة زوجين كانوا عم يجمعوا فلوس مشان يسافروا برحلة عائلية وفي يوم لقوا ظرف الفلوس مختفي بحثوا عنه فلاقوا ابنهم الله يعطي العافية عميحطهم بآلة تمزيق الورق مزق أكثر من ألف دولار هدول هم لا تعليق وأخيرا ابن أخذ تلفون أمه وجرى لحقوه وشافوا هذا المنظر المشكلة أنه لا يبدو على وجهه أي علامات ندم مبسوط بحاله مجانين للأطفال أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يندموا على إنجابهم الجزء الثالث ومزاجه هنا واحد أم وعدت بنتها تشتري لها زبادي بالفواكه إذا أكلت اللحم والخضار فأكلتهم وجابت لها الزبادي وراحت الأم ورجعت لها بعد ساعات فشافتها المنظر البنت أكلت 18 علبة زبادي أكلت كل اللي جابتهم أمها سحصة طفلة يمكن اثنين أبوين حطوا ابنهم بالفراش وراحوا يناموا ليتفاجأوا بابنهم داخل عليهم جاي باللحصان من الحضيرة ليش طيب؟ شوفيه لا والأغرب أنه فيه درجة لغرفة أمه وأبوه كيف طالعوا؟ ثلاثة أبوين تركوا أبنائهم بالبيت لمدة ساعة بس ولما رجعوه شافوا الوضع هيك ولأ مو بس الحمام شوفوا غرفة الجلوس مزينة أيضا بمناديل الحمام أبداع بالتزين وأخيرا بنت أخدت حليب لقطتها وسكبتهم على الأرض بالغلط فقررت تشرب الحليب معهم ليش؟ لأنها طفلعة وهي هي الصورة الحقيقية بس لحظة مو كانوا أبو وأمتها كنا عم تشرب بمشان يصوروها بس لأ ممتاز ممتاز أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يندموا على إنجابهم جزء الأخير ومزاجي هنا واحد إن قررت تسوي كيك لأبنائها أحبابها فتركت الطحين على جنب وخلال دقائق ابنها دخل عليها بهذا المنظر طيب ممكن تمشيها بسيطة بس شوفوا ابنها الثاني شو مساوي بالصالة خلوها تندم على فكرة الكيك اثنين ابن ممنوع عليه الآيس كريم فتسلل ليلا وفتح الثلاجة ليأكل الآيس كريم وانكشف سقط كل شيء على رأسه هذه هي الصورة الحقيقية اللي صورتها الأم للذكرى ثلاثة بنت تركوها أهلها مع الكلب ولما رجعوا وشافوها بهذا المنظر ومباشرة تهمت الكلب أنه هو اللي أكل الشوكولاتة بس المشكلة أن الدلائل كلها تشير للفاعل الحقيقي ولا أربعات طفلة بتحب أبوها جدا لدرجة أنه كتبت له على سيارته وحبه كأبي كتبتها باللمفك شخطتها شخط جلطت أبوها حب ونين هي ونام فنامت السمكة أبديل ومن الحب ما قتل هذا هو أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم في حيرة يضحكوا ولا يبكوا جزء الأول واحد عائلة فقيرة تفاجأت بساعة بريد جايب لهم كرتون في 918 سكريم سبونج بوب طلع اللي طالبهم هو ابنهم نوح اللي عمروا أربع سنوات وسعر الطلبات 2618 دولار فتورطوا الأهل لأنهم فقراء وانتشر الخبر فجاءتهم تبرعات من كل مكان حتى جابوا أكثر من سعر الطلبات 2718 طفل اسمه روب كان راكب مع أبوه بالسيارة وشافه قطع إشارة المرور الحمراء ولما وصلوا على البيت اتصل بالشرطة وبلغ على أبوه وعطاهم مواصفات السيارة فتواصل الشرطة مع الأب بس ما مسكوا لأنه ما في أي دليل عليه كله من الواشي روب 2818 طفل عمره 6 سنوات اسمه كريستين قام بشراء طعام في لعبة روب لوكس وورت أهله كريستين اشترى 501 طعام افتراضي في اللعبة ودفع عليهم 8000 دولار من بطاقة أبوه المصرفية فطلب الأب المساعدة في الجرائد وفنت متورط وسمعت الخبر شركة روب لوكس ورجعت الفلوس للأب من حسن حظه طبعا أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يحتاروا يضحكوا ولا يبكوا جزء الثاني واحد أبترك أبنائه بباني ومليء بالصابون والفقاعات عم دلعهم بس أبنائه قرروا يزيدوا الفقاعات وندموا أبوهم أول وآخر مرة يدلعهم اثنين شوفوها البنت اللي بتقلد أمها دائما وبتحط كريم للبشرة بس في مرة أمها جابت لها زبادي والبنت حطته كريم بشرة شو؟ بس بتعرفوا يمكن الأم تقلدها مستقبلا وتحط زبادي كريم لا تستغربوا من أفكار البنات بس عووها ثلاثة طفلة دهنت جسمها بالكامل بكريم الحفاظات صارت بيضاء لدرجة أنه ناقصها جزرة عند إنفا وبتصير شخصية من فيلم فروزن وأخيراً أم تركت أبنائها ربع ساعة ولما رجعت لقيتهم مطورين البيت كانوا دهنين حالهم والأرض والكنب وحتى التلفزيون وفوق ذلك لحظوا كم كان الولد فخور أطفال فعلوا أشياء خلت أهلهم يحتاروا يضحكوا ولا يبكوا جزء الثالث ومزاجه يمو واحد أهل تركوا ابنهم بنتهم لحالهم لمدة ربع ساعة بس ولما رجعوا شافوا الولد عالق في المرحاض وبنتهم مو أحسن كان رأسها عالق هي الأخرى في علبة لدرجة أنهم شبهوها بالسمك الفقاعة اثنين أيضاً في 2018 طفل عمره أربع سنوات علقة في هذه اللعبة اللي بتسحب منه ألعاب المهم ضل عالق لساعة كاملة حتى أخرجه رجال الأطفاء من ورطته كسروا الجهاز كله ثلاثة أب رجع من عمله ليجد ابنه الصغير بنفسجي لونه بنفسجي وطلع الولد داهن حاله ليكون سنفور حقيقي بس للأسف سنافر زرقاء وأخيراً طفل طلب من أمه سماعات قوية ليستمعوا لبيبي شار كيمكن وأمه جابت له السماعات أخذها الطفل وبدل ما يحطها بدانه حطبت أمه بلعها فأخذته أمه للمستشفى ومن حسن حظهم الطبيب أعطاهم دواء بخلي السماعة تخرج في الحمام مرت على خير يو أطفال صرفوا مبالغ ضخمة على الألعاب بالجزء الأول ومزاجي هنا واحد طفل عايش مع أمه الوحيدة المنفصلة عن أبوه اللي عايش بفلوس المساعدات اللي بتوصلها وفي يوم من الأيام راح تصحب فلوسه وانصدمت لما شافت البطاقة فارغة ما فيها ولا فلس وطلع ابنه مخلص كل الفلوس على اسكنات لعبة فورتنايت والمشكلة الأكبر إنه لما عصبت عليه عصب عليها لأنه الاسكنات اللي طلعت له ما عجبته الوقح اثنين هذا الطفل اسمه كرواسو صرف آلاف الدولارات من بطاقة أبوه على ألعاب مختلفة رضية سرقة رسمية لأنه عمره يتعدل 12 سنة تخيلوا ثلاثة هذا الطفل دفع قرابة الأربعة آلاف دولار على اللعبة الدينصورات سخيفة والمشكلة إنه أبوه كان مطالع البطاقة فاضية مشان يدين آجار البيت من البنك فأبنه سبقه ودين الفلوس وصرفهم على اللعبة على الدينصورات جلط أبوه أطفال صرفوا مبالغ ضخمة على الألعاب جزء الثاني ومزاجي هنا واحد هذا الأب سمح لابنه يلعب بالألعاب لمدة ساعتين بس مع ذلك ابنه طغى وتجبر بهذه الساعتين لأنه وصلت رسالة الأب من البنك تقول إنه عم ينسحب 700 دولار من حسابه كل 5 دقائق يعني نشوف كم دفع بساعتين ابنه الأهبل وعلى فكرة دفعهم كلهم على لعبة حديقة الحيوانات هي اشترا فيهم حمار وزرافة وكلب يمكن اثنين هذا الأب عطى ابنه بطاقة البنك مشان يشتري فواكه للمنزل وكانت غلطة عمره لأنه بآخر الشهر راجع البنك وطلع ابنه دافع 8000 دولار على لعبة فيفا وليش؟ لأنه كان عم يحاول يحصل على ميسي مثل سبيت ضيعهم سبيت ثلاثة ولد بلجيكي اسمه لوكاك صرف 46000 دولار على لعبة جيم أوف وور كيف طلع أبوه عطي بطاقة البنكية ليشتري كتب ليتثقف ويتعلم فهو اللي علم أبوه درسا لن ينساه وعلى فكرة أبوه يواجه حاليا مشاكل قانونية مع البنك وكله من لوكاك هههههههههه